النهاردة كان في مباراة مسيرة جدا في دورة التركي وعرفنا خلاص من اللي سعد التالت للدولة الممتاز حرص الحدود النهاردة فاز على سبورتينج 2-1 احكي لك انا حكاية المباراة دي احكي لك حكاية المباراة اقول لك بس اللي سجله الاهداف جلال الشرقوي سجل هدف الاول لحرص الحدود في الديئة 45 وطارق سيد سجل هدف التعادل لسبورتينج في الديئة 64 وبعد كده محمود ممدوح سجل هدف الفوز لحرص الحدود في الديئة 96 بس احكي لك المباراة اشياء كنت تفرج عليها بالكامل النهاردة حرص الحدود تقدم في الشوت الاول نزل الشوت التاني بعد 10 دقايق قدر سبورتينج يتعادل تمام؟ بالمناسبة حرص الحدود كان محتاج التعادل ويسعد سبورتينج كان لازم يكسب عشان يسعد ففلت المباراة واحد واحد وسبورتينج بقى بيهجم بكسافة شديدة جد فرصة انفراض محقق محقق ليه فريق سبورتينج تقريبا كان في الديئة 90 او 91 جول مية في المية لدرجة انه اللاعبين بالجهاز الفني اللي وقفين على الخط دخلوا الملعب عشان يحتفلوا بالهدف التاني لسبورتينج الكرة حكت في القايم الشمال كده وخرجت بار صدمة كبيرة جدا بعدها بقى أقل من خمس دقايق كان حرص الحدود بيسجل الهدف التاني وبيحسم المباراة تماما تماما باليوم مبروك لحرص الحدود وكان فيه أكثر من مشهد النهاردة بصراحة ما عجبونيش آخر مشهد أعجيب لك من الآخر للأول آخر مشهد خناءة كده في أرض الملعب بعد المباراة ما لهاش أي قيمة وما كانش المفروض تحصل المشهد التاني كان الأجهزة الفنية واللعبين طوال الشوت التانية تقريبا جوه الملعب مش على الخط يعني هم مع اللعبين المشهد الأول بقى وهتولي اللعطة دي يا شباب هي مشهد السلام الوطني في أول المباراة فجأة لقيت فريق سبورتينج واقف مع طاكم التحكيم هتولي الصورة سبورتينج مع طاكم التحكيم واقفين وما فيش فريق حرص الحدود والسلام الوطني يعزف أهو اسمعوا اللي حصل في اللقطة دي إن مرائب المباراة لقى إن حرص الحدود تأخر في النزول فريق حرص الحدود تأخر في النزول لأرض الملعب فهو الرجل بيقول لهم أنا ما ليش دعوة أنا محدد بتوقيتات أقف وأعزف في السلام الوطني بص عنده حق مرائب المباراة إنه يلتزم بالنزام إنه يلتزم بالنزام ولكن ولكن محترم كابتن عادل محفوظ وهو بالمناسبة المدير إداري المنتخب الشباب رجل محترم جداً هي فكرة السلام الوطني اللي بتوعزف قبل بداية المباريات في مصر إيه؟ الفكرة إيه؟ الفكرة إنه ندي للشباب روح وطنية نقول للشباب إنه أي مباراة بتقاوم في مصر إحنا عايزينها تطلع بأحسن سورة عشان خاطر سورة بلدنا فكرة السلام الوطني وإنه كل شوية تكرره كنت بحب أنا طول الوقت وإحنا صغارين وإحنا في المدرسة كان لازم الطبور بتاع الصباح ده السلام الوطني كنت دايما بتبقى مبسوط به فاللي فكر الفكرة دي في مباريات المحلية يعادة إن السلام الوطني بيعظف في المباريات الدولية اللي فكر فيها فكرة إيجابية جداً طيب إحنا بنعملها ليه؟ عشان نوري للشباب سورة عظيمة لبلدنا في أي مباراة كرة قدم طيب لما تعزف السلام الوطني في صورة زي اللي كنا جايبينها منذ اللحظات دي فرقة واحدة بس اللي وقف دي صورة حلوة أنا متأكد إنه كان قصده مرايب المباراة إنه كان قصده إنه يلتزم بالنظام بحزافيره معاك برافو شاطر صح عندك حق مليون في الماء بس لازم تشوف برضو أبعاد الفكرة نفسها يعني تبقى أنت تلقائي الفاهم أبعاد فكرة إنه إحنا نعزف السلام الوطني ونوري صورة عظيمة لبلدنا تعالوا نشوف اللقطة دي اللقطة خاصة لنا وهو مرايب المباراة بيقول لا أعزف السلام الوطني ووقف خلاص أنا مش هكذا أنا ملتزم بالمواعيد اللي معايا شوفوا الوطني السلام الجمهوري بعد إزدك السلام الجمهوري ماليش دعو السلام تعمل السلام الرباني للمواعيد والسلام العربية المترجم للقناة سلام الجمهوري بعد إزدك عادي استنى استنى عشان المنظر يبقى شكله حلو كده كده بيبقى فيه عقوبات على الفرق ده منتشوف على فاكرة عقب الأهلي والزبالك والإسماعيلي والمصر وكل الان ده في الدول المتازل والدرجة والدول المحترفين فاللي بيتأخر لزروف خاصة بيه يعني بيبقى عليهم غرمات سيبوا ينزل وكده كان فيه لجنة مسابقاتها تغرم وانت تخلي الصورة كاملة حلوة وشكلها مشرف